الميليشيات الحوثية تشيرا إلى أن التدخل العسكرية الدولي سيساعد الميليشيات على تعبئة الجمهور بشكل أكبر وأسهل لمعاركها الخارجية في بادي الأمر ثم حروبها الداخلية ومع دول الجوار وهو ما يمثل رأس هرم أهداف الحوثيين لإضافة إلى زيادة قاعدة الميليشيات الحوثية الشعبية في العالمين العربي والإسلامي وعلى ذات المنوال يؤكد المعهد على أن الميليشيات الحوثية تطوع مخرجتها الاستراتيجية نحو تحقيق نجاحات في الداخل اليمني فضمن مسار المفاوضات أشار إلى أن الميليشيات عملت على تجزئة الوساطة والجهود المبذولة لإعادة تشكيل الصراع لصريحها ضمن أربع مسارات تمثل استراتيجية الميليشيات لتصفية كل قصومها حيث بدأت على إجبار الأمم المتحدة والمفاوضين والوسطة بتركيز على مطالب الميليشيات الحوثية الإنسانية في المراحل الأولى للمفاوضات والتي تمثل انفراجة إنسانية للحاضنة الشعبية للحوثيين دون الآخرين ويشير المعهد إلى أن الأزمات المتعددة في اليمن ورفض الميليشيات الحوثية تقديم أي تنازلات أفشل مسار الأمم المتحدة الرام إلى تسوية الأزمة حتى بشراكة الحوثيين ويشير المعهد إلى أن الأزمات المتعددة في اليمن ورفض الميليشيات الحوثية تقديم أي تنازلات أفشل مسار الأمم المتحدة الرام إلى تسوية الأزمة حتى بشراكة الحوثيين مضيحا بأن الميليشيات لا تبحث عن الشراكة وإنما الحيمنة وعليه ساهم الفشل الأممي في ظهور العديد من مسارات الوسطى غير المنظمة ليتراجع معها الدور الأممي ويترك مصير التسوية لمصالح الدول الكبرى الدعمة للمتصارعين والذي بدوره ساهم في تحقيق مكاسب تكتيكية ومنح الميليشيات مساحة أكبر للمنورة ومزيدا من النفوذ والذي مكن للميليشيات في نهاية المطاف من إضعاف دور الأمم المتحدة وتهميش المجلس الرئاسي والذي أفضى إلى خلق مفاوضة مباشرة بين الحوثيين والدول الداعمة للرئاسي بشكل مباشر أفضت هي الأخرى إلى فرض الإقليم إملاءات على خصوم الميليشيات الحوثية في المناطق المحررة في اليمن ونظرا لقتامة المستقبل الذي ينتظر المنطقة يشدد مراقبون على الضغط نحو الحسم العسكري ضد الميليشيات الحوثية التي لا يؤمن جانبها مؤكدين على ضرورة تكامل النشاطة الأمنية في مضيق باب المندب مع تحرك عسكري يفضي إلى إنهاء الوجود العسكري للميليشيات الحوثية في البحر الأحمر والذي بدوره ينهي كل التهديدات الحوثية الإرهابية للملاحة الدولية وإيقاف كل أنواع تنازلات التي تعمل على تقوية شوكة الميليشيات العسكرية والسياسية والتي من خلالها تهدد الاستقرار في الداخل والمنطقة وتمكن نظام طهران من نفوذه وتوسيع دائرة تهديده للكثير من الدول العربية اشتركوا في القناة